طيب دي النقطة التالتة وهي متعلقة بالزي الرسمي لكل نادي انا حبيت اعرف الاهلة يلبس ايه اتحاد جد السعودية هيرتدي ايه اوكلاند سيتي هيرتدي ايه في شوية مفاجآت حلوة هتبقى متعلقة بالزي الرسمي لكل نادي في البطولات اولا الزي الاساسي للتلات اندية لان دول المعنيين بالمشاركة بالادوار الاولى اول مباراة 12-12 تاني مباراة 15-12 فحبيت اعرف اولا الزي الاساسي للتلات اندية مفيش فيه اي مشكلة مفيش فيه اي مشكلة الزي الاحتياطي اللجنة المنظمة في الاتحاد الدولي غيرت غيرت الزي الاحتياطي للتلات اندية للتلات اندية اولا الاهل الزي الاحتياطي بتاعه الاسود فمش هيلعب في كاس العالم بالزي الاسود مش هيلعب في كاس العالم للاندية بالزي الاسود هيلعب بالزي الاساسي لون الاحمر والزي الاحتياطي هيكل لون يعني مفاجأة لحضراتكم ان شاء الله في كاس العالم ولكن اعتقد الاهلي يعني صعب يغير الزيل الاساسي في المباريات. اتحاد جدertain الزيل الاساسي بتاعه الأصفر في اللاسود فأعتقد مش هيتعرض مع لون الاهلي كمان اللون الزيل بتاعه Doncland City ما بين السماوة او الابيض فمش هيتعرض مع زيل النادي الاهلي. فالاهلي هيرتدي الزيل الاساسي بتاعه اللون الاحمر. الزيل الاحتياطي للاهلي في كاس العالم هيكون مفجأة. هيكون مفجأة. أعتقد النهاردة الشركة المصممة للملابس اعلنت عنه او وعلنت الزي الإحتياطي التاني للأهل بعد الأسود وغالباً ده لا هيكون موجود إن شاء الله في كأس العالم للأندية التحاد جده كمان عنده مشكلة ظريفة هل يلبس الزي الإحتياطي اللبيض ولا يلبس الزي الإحتياطي الأسود ده يتحدد خلال الساعات اللي جاية نفس الأمر الأوكلاد سيتي عنده زي إحتياطي فيه اختلاف ما بين اللونين فبرضه اللجنة المنظمة بتفاضل عشان تختار الزي الرسمي خلال الفترة اللي جاية سألت طب هل الاستقرار على الأزياء دي بتبقى خلال قد إيه؟ قالوا لي إن الألوان دي أصلاً المفروض تم الاتفاق عليها من شهر 9 اللي فات ولكن الديد لاي لتأكيد الزي الإحتياطي خلال شهر أكتوبر فبأكد لحضراتكم إن الزي الإحتياطي للأهل في كأس العالم اللون الأحمر والزي الإحتياطي هيكون مفاجأة خلال الأيام القادمة لأن ده اللون هيبقى الأول مرة الأهل يلعب به في المباريات الرسمية وفكرة نلعب به في البطولة هتبقى بقى متعلقة بالمنافس اللي هيواجهه الأهل في كأس العالم والغاية دلوقتي أنا مش شايف فيه تضارف في الألوان سواء الأهل أو لعب اتحاد جدة أو أوكلاند سيتي لما نروح لمرحلة بعد كده السيمي فينال هنعرف ساعتها بطل كوبا لبرتادوريس أمريكا الجنوبية هيكون مين هلعب فيه تعارضه لا لا ده هنشوفه الفترة اللي جاية وكمان في نقطة ثالثة اللون بيختلف لو أنت صاحب الملعب أو المضيف يعني أنت الضيف ولا المضيف هنا بتفرق لو أنت الضيف ممكن تغير لو أنت المضيف أنت اللي بتستقبل الفريق اللي هيواجهك في هذه المباراة فأنت بتلعب بزي الأساس ودي أمور بيتم الاتفاق عليها في الاجتماع الفني عموما دي كانت معلومات مهمة جدا كنا لازم النهاردة نتكلم فيها مع حضراتكم عشان تعرفوا كل التفاصيل من خلال برنامج الترينت اشتركوا في القناة